اي نعم متفضل. انا اللي كلمتك عشي يا شيخو وانت قفلت معي اخدتش استفسار عن الشيعة وبعدت تسيب في عاشة بريك ده. طيب ما اتكلم. انت قلتلي على رواية الانتحار قلتلك على رواية الانتحار ده. اعلي انت امس امس اتصلت على رواية الانتحار اياها اللي بك يا اهلا وسهلا. بحثت في رواية الانتحار انا لقيتها اساسا جزئية اللي قلتلك عليها لم تسجد داية جزئية مرسل. الزهر اللي هو عيروه عيقول فيه مع بلغة. اي نعم. ايه رأيك انت بقى? ايه رأيك انت? هتعرف انت الرواية المرسلة? انا اعرف الرواية المرسلة اعرف. الرواية المرسلة صحيحة ولا اش صحيحة? اه نعم صحيحة. ازاي صحيحة. انا هو يقول بلغة. انا اقول لك. ارسال ان فاطمة رضيت على ابي بكر وعمر جاءت برواية مرسلة والسنة قبلوها حتى يرقعوا غضب فاطمة على ابي بكر وعمر. بينما هي رواية مرسلة. هذا اولا. هذا اولا. ثانيا. صحيحة البخاري لا يروي رواية مرسلة بمعنى الارسال الضعيف المروي في بقية المصادر. فالبخاري يروي روايات صحيحة. فما يوجد في البخاري او في صحيح مسلم هو صحيح. لا تستطيع ان تقول عنه احد فتضاعفه او مرسل فتضاعفه. فهمت ما اقصد? هذه نقطة ثانية. فهو الفكرة. عند نقطة ثالثة. النقطة الثالثة صلى الله عليه وسلم عند السنة. وليس بالمستغرب او المستبعد انه ينتحر. الروايات الصحيحة قالت انه ختم حياته مجنون يهجر. الروايات الصحيحة ايضا قالت هو كان مسحور يتخيل انه يفعل الشي ولا يفعله. الروايات الصحيحة قالت انه كان يسب الناس بدون ذنب باب من سبه او لعنه وهو ليس اهلا لذلك. القرآن مصحف عثمان قال انما انا بشر مثلكم والبشر مثلنا يقع عليهم الانتحار. فالرواية لا توجد بها غرابة اذ ان صلى الله عليه وسلم كان يريد ان ينتحر. فهو انا ناقشت لك الرواية من ناحية السند وناقشت لك الرواية حتى من ناحية الطبيعة انك تتقبلها او لا تتقبلها. ففي الموازين السنية هذه روايتهم طبيعية جدا عن النبي. طيب بوس دلوق في النبي يوسف عليه السلام. عندكم حاول اذنه ولا مش حاول. ههم بها ولا مهمش. انت وين الان رح اتمين نبيك على يوسف وعلى الزائد. ما هي عشان بس اوضح لك انه هو هم بالفعل فما فعلوش وما تدش عليه لانه اساسا ما عملش زم. يعني انت تقول ان نبيك اهم بالانتحار ولكنه لم ينتحر. لو ثبتت الرواية اللي انت قلت. لا ما في لو ثبتت. لا لا ما في لو ثبتت. الرواية ثابتة في صحيح البخاري. لا تحاول تلعب. انت الان ناقش. انت ناقش انها ثابتة. لا تستعمل كلمة لو ثبتة. لو سمحت. لا تعبني. افهمني. افهمني. انت مش قلت في رواية مرسلة عن رضا صوت الله. اي نعم. انت مش قلت كده. نعم. اي دا الرواية الوحيدة اللي استدله بها السنة. ما في روايات تاني. في روايات في روايات اخرى مرسلة كثيرة جدا يأخذون بها السنة ما عندهم مشكلة. يعني الارسال لا اشكال فيه ان كان متنه وسنده صحيح. لان الارسال ايضا فيه سند. فالذين اسند اليهم اسند اليهم الرواية حتى هم ارسلوها. هؤلاء الذين اسندت لهم الرواية ثقات ام ليسوا ثقات. ثقات فالزهري رجال من الرجال البخاري ومسلم. الزهري لا يكذب. ولا انت حظ ولا مغخزة عاوز تكذب على ربنا وتقول ان سدنا الزهري كذاب ابن كذاب. والعياذ يستغرح بالارسال ان انت مش عارف Gay. يعني الزهري يعني الزهري يعني الزهري يعني الزهري يعني الزهري يعني الزهري العمامة ثقة المحدث الفقيه الروايات ملأة البخاري ومسلم. يروي روايات عن الناس محدش يعرف هم في الرواية داي روا عن الناس مرسل عن الروية مرسل عن واحد من فوق إذن إذن هو ليس ثقة كيف وثقه البخاري العبد راع دي نجس لنا الشيك من فوق ومتاعنا الله اللي هي الرواية داي اللي تقولك بتاع تفوق ما داي لو أخي كريم أنت مصح صح ويا صح؟ أخي كريم تسمعني؟ نعم أنت مصح صح معي تعرف إيش جالس يصير صح؟ آي آه عفية بارك الله بك فالزهري لو طعنب الزهري أخي كريم أخي كريم الزهري تقريبا روا أكثر من 300 رواية تدري عن الزهري من أكبر المحدثين الزهري من أكبر يعني روايات ملأة البخاري ومسلم إما إذا تقول الزهري ينقل عن كذبة فقط طعنته بالزهري ومعناها صحيح البخاري ومسلم كذبة إن قلت الزهري يا أخي لا هو إنسان صادق شوف شوف إن قلت إن الزهري إنسان صادق هو لا ينقل عن كذبة ولكن هو ينقل عن ناس محدش يعرفهم من إذن الزهري ينقل على المجاهل إذن الزهري ليس ثقة وهذا يسقط صحيح البخاري ومسلم لأن نصف روايات البخاري ومسلم الزهري ثقة والرواية صحيحة أها يا حبة عيني أيوة كده أيوة كده الزهري ثقة والرواية صحيحة وحظرة نبيكم كان عاوز ينتحر ثلاث مرات وإنما هو بشر فهو دلوقت الهموم بالشيء مش فعل الهموم بالشيء مش فعل سؤال نبيك هم بالانتحار ولم يفعل صح نعم من الراح على الجبل رادي انتحر أبو قبيس من اللي كان عاوز يراح من اللي كان راوح رايح على قبل وعاوز ينتحر عافوا رسول عليه الصلاة والسلام إذن هم وفعل إذن هم وفعل ليس فقط هم وفكر بالبيت هم وفعل نفذ ركض إلى الجبل وراد ينتحر وأوقفه قبريل بس الكلام دي عندنا احنا في عقيدتنا ما علي ووش زن لأنه مفعلش الفعل اللي هو زن هم وفعل أخي كريم أخي كريم أنا أعرف أنت الآن جالسة ترست عطلت عندك كل المهركات لا 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 خلصنا من حكايت والله العظيم أخي ما جالسة استجابة عندك جدا بطيئة يعني 5G مع 2G زهر أنت عندك حاول شوي عصر السرعة إحنا الآن حاول بأخي كريم ركزوا هي نحن خلصنا من نقطة الزهر لا مو الزهري شوف صار عندك خربطة لا جاي توصلك المعلومات المداخرة خلصنا خلصنا من نقطة دي كود أنا لم أتكلم عن الزهري أنت جاي صعد التأخير صعد عندك مشكلة إحنا مجالسين نتكلم عن الزهري الآن أنت قلت أنت جئتني بذريعة أن نبيك هم ومجرد أنه هم بالانتحار فكر بالانتحار اتكلم مع نفسه بالانتحار هو ليس ذن وإنت جنابك الكريم هذا الكلام الذي نقلته عن مشايخ الأزهر هذا الكلام هو كذب لماذا؟ لأن نبيك لم يهم في البيت فقط بل أن نبيك هم وخطط ونفذ فإذ أنه هم بالانتحار خطط للجبال خرج وصعد الجبل ووقف على حافته وأراد أن يرمي بنفسه فظرهر له جبريل أنت تقول لي لا هو فقط هم بالبيت ما ارتكبش الزن هو ما ارتكبش الزن بالانتحار زي ما النبي يوسف ما ارتكبش الزن لكن ما هم بمرأة العزيج يوسف وضعه يختلف أنتم عندكم هم أن يزني بالمرأة صح؟ صح؟ يعني الكلام دون شأن تكون لا عندنا هم أن يقتلها عندنا نحن نحن دين ثانية عميم نغل ابن نغل واحد شيعي ابن أحبة يقول ربنا وربكم واحد وكتابنا وكتابكم واحد ذولا غوضه ولد زينة ذولا بلده هذا ولد حيامن مطافر على فتوى السيد المهم أخي كريم معلك خلينا ساكتي لا احنا هم أن يقتلها الرواية تقول إن يوسف رأى برهان ربه في هم أن يقتلها لما فعلته من جرم وذنب عظيم إذ أنها أرادت أن تراوته عن نفسه فالله عز وجل أبلغ يوسف أن لا يقتلها الآن مو هم أن يزني بها هذا عندك أخي الكريم وعند الشيعة الأصولية دي سؤالي دي سؤالي بس اعطيني مجال هاستة معليك بينا يا حبيب هستة لا تدخلني بزفة العرس اللي عندك ما عليك مية أنت عندك يوسف راد ينكح زليخة صاح يزني بيها صاح بعد ما أخلص أسألك فيها النقطة مو مشكلة مني عيوني يوسف نزع زليخة ملابسها؟ لا أخذها على الأوضة؟ لا مديدة عليها؟ لا إذن يوسف في موازينكم هم فقط نبيك هم ونفذ ركز لي على هذه الجملة في فرق في فرق في فرق لماذا يقال أن أمير قريشي جالس يجدد عند السنة وعند الشيعة؟ شوف حتى بالشرح جالس أفرع قولكم يضحكون عليكم كل واحد شيخ على أساس عمره سبعين سنة ما يعرف البول من الشاطفات يضحكون كذبون عليكم نبيك لا يقاس بيوسف يوسف في موازينكم الذي أراد أن يزني بزليخة يوسف عندكم هم نعم أنا أعترف عندكم يوسف هم هل نبيك هم في الانتحار فقط؟ لا نبيك هم ونفذ يعني إذا أردت تضرب مثال يوسف بنبيك تقول يعني مثلا يعني على الأساس نبيك يأخذ دور يوسف مثلا فيقال أن نبيك هم أن يزني بها فراودها عن نفسها وأخذها للغرفة وأنزعها ملابسها ثم قال لها أدني فظهر له جبريل وقال له يا نبي صلى الله عليه وسلم وين سالمين؟ صدق شديد شوف هذا الصحيح إذا تريد تطبق نبيك هم وفعل يوسف في موازينكم هم فقط فنبيك فعل راح وصعد فوق الجبل رادي انتحر الكلام غير صحيح نعم بارك الله بك أخي الكريم أحسنت كلام غير صحيح أنا أيضا قلت هذا كلام غير صحيح الأخوة الجمهور كلهم قالوا هذا كلام غير صحيح أحلام يا خرباني خرباني أستسمعوا له يلا تفضل تفضل كلام غير صحيح تفضل بص الموجود في عقلتنا احنا أنه عمّ بها لولا أن رأى يعني هم كان يزني بها لولا أن تدخل الله تدخل إله وديه هو اللي حصل مع الرسول أنه كان ينتحر لولا أن تدخل الله تدخل إله وأرسله جبريم هذا نبيك بابا نبيك سار بخطوات الانتحار يوسف فكر بالزنة عندك ما سار بخطوات الزنة لا تدخل كلام من عندك هو لولا أن رأى برهان رب بابا فهم بها نحن غير الأصل الهم أنه ما هو تفسير هم بها لو لم تكن رأى برهان رب وتفهم السياق ما تفسير فهم بها تفهم السياق هو ما لو لا رأى برهان رب لأنه هم بها ما معنى هم بها بالضبط يعني لولا برهان ربك أنها يعمل الزم أنت لان لسه وزفت عرس وحدك وياي خلك وياي ما معنى هم بها؟ أنه أراد أن يشعر بالفعل أراد ماذا؟ أنه أراد أن يشعر بالفعل أن يباشر بالفعل حينما يقال فهم بها داخليا أو مثلا نزع الباسة؟ لا ما كانش نزع لسه لأنه قمس وما كانش شوال يعني الموضوع داخليا جسديا هم بها صح؟ ايه 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 او صح فإذا لا يقاس بنبيك نبيك هم بالانتحار وخرج وصعد فوق الجبل يعني أنت قصلك كان لفوق جبريل يجيه قبل ما هو يصعد الجبل مثلا مثلا إذا تريد ايه نعم ومع ذلك فكر بالانتحار هذه نقطة سيئة في تاريخ نبيك بس نبيك يختلف عن النبي يوسف عندكم يوسف فكر بالزنة بالزنة ايجا جبريل نبيك راح وصعد الجبل المصيبة مو هنا المصيبة ثلاث مرات يعني يوسف رأى في برهانة ربه وراح وسكت الرجال ودخل للسجن نبيك يشوف جبريل المرة الاولى المرة الثالثة المرة الثانية الثالثة كل هذه الثلاث مرات وهو يريد ان ينتحر كيف من يأتيه جبريل ويقول له انت نبي يعاود الكرة كيف اهذا نبي تمام ماشي الحقوق تريد حلوك عندي سؤال لك الشيء يا الله تفضل هو السؤال اللي انت جابت سيرتو اللي هو ازاي فهمت به وهمت بها طيب انت الزاعة تقول انه همت انه هو يقتلها يعني هي همت انها تقتله برضو اه تتكلم الان احنا عندنا اه خلص السؤال السنة اسأل في الشيعة في الشيعة نعم هي همت بالزنا الامام عليه السلام يقول هي همت به بالزنا وهو همت بها بالقتل ما هو لك مستش قرينة تجعل 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 همت شئ وير ايه همت به هذا ما اخي كريم هذا ما يفسره امام المعصوم وليس ابي قتاد عن ابي ايوب هذا ما يفسره الامام المعصوم الذي احصى الله فيه كل شيء وكل شيء احصيناه في امام مبين الامام المبين هو يكشف لنا هذه القضايا وليس ابي قتاد عن ابي معشر كما روى الطذري هؤلاء الذين ما يعرفون يبولون كانوا يبولون على الحائط يمي الكعبة يفسرون القرآن عندك يقولون نبي يوسف راديزنا انا عندي امام معصومين هم علموا الانبياء هم ادفوهم كيف يتعاملون مع الله ويوحدون هؤلاء هم الذين قالوا لي ان زليخة همت به بالقتل ويوسف همت به بالزنا فعل الحرام ويوسف هم بالقتل انت تقول لي اكو قرينة ما في قرينة هو القرآن صمو حرف حرفه عثمان لو ما محرفه ممكن الايات تكون اوهم يعني الاية لو عاد قوله اخضر والامام قال ازرق يبقى الامام صح عفوا يعني الاية لو عاد قوله اخضر والامام عاد يقول ازرق يبقى الامام هو الصح نعم نحن الشيعة كلنا نعتقد بهذا انطيق دليل يعني لو الاية تقول يمين والامام عاد يقول شمال يبقى الامام هو الصح نعم تعرف ليش هذي مو بس انا ترى في شيء عن الغولة أنت تقدر تستدل عليهم يعتقدون أن آزر أبو إبراهيم عم إبراهيم بينما مسلم سني موحد يتبع الله عزل بالكعب ينفتح محل ماذا يقول عن آزر أبو إبراهيم صح أبو إبراهيم لا أحسنت وهذا كتاب الله عزل المنزل صح لو أنا غلطان صح أي والله ذول الشيء عن نغولة أخي الكريم نغولة يقولون القرآن كامل ويقولون أن آزر عم عم إبراهيم والدليل قال الصادق فأريدك تروح أي والله كلاب ما يستحون صاقطين لو يقول القرآن ما محرف طيب قرآن يقول عبوه وهو طبعا من ضمن التحريف فأخي الكريم أريدك دوس على رب ربهم مواكبهم يعني عزائهم أي شيء يشوف عدوه مستهزئ بيهم نزل عليهم فيديوهات خاصة هذا الموضوع طبعا بالمناسبة أخي الكريم أنا بالمستقبل إن شاء الله راح أسوي لكم سلسلة مخالفة الشيعة لكتاب الله جيد إن شاء الله تعالى يعتقدون أن آزر عم إبراهيم لماذا والله إيه أعلى الصادق طب إزاي هذي كتابه الله عزل يقول آزر أبوه أبوه القرآن واضح يقول أبوه لا أخي الكريم أزيدك معلومة حتى خاف يحاولون يقولون أن باللغة العربية يقال للعم أب وهذا طبعا كلاوات أكاذيب صح لو أنا غلطان صح سنت بارك الله بك احنا نعامل هذا كتاب الله ماذا يقول يقول آزر أبو إبراهيم فانتهي آزر أبو إبراهيم وكان من الكافرين هذول الشي عنه غولة اللي يقولون القرآن كامل يعتقدون آزر عم إبراهيم والله لينكو رواية عن الصادق طيب شلون الرواية هنا ضربة القرآن بعد هم ما أدري وين حطوا يديهم وطلعوا هالخريطة فأخي الكريم روح دوس عليهم وبأوصخ قزمة وإني معك لمنة دايسين جيد موفق إن شاء الله موفق وياك على بنبي طالبي يرسل إن شاء الله يحميك ويشجعك تدوس عليهم ذولة ولد عائشة بس شنو فرع الشيعة شكرا لك أخي الكريم يا عليك يا علي المسألة هذا الشي بشي يذكر أخواني أذكر لكم في هذا الموضوع أنا عندي مقطع عنه موجود في قناة المنتقم عليه السلام عندنا روايات عن الأئمة عليهم السلام قالت أن آزر عم إبراهيم والروايات ذكرة التحريف الذي وقع على هذه الآية شيعة الدجاجة الأبيض المعصوم لا يخلق الخمس واجب القرآن كامل هنا حاروا بزمانهم أي شي يسوون رقزوا رقزوا حاروا بزمانهم أي شي يسووا قالوا عندهم روايات تقول آزر عم إبراهيم وعندهم مصحف عثمان الكامل أي والله جمع أمير المؤمنين من نعل على رب دينكم على رب مواكبكم على لطمكم على أكلكم بعد اللي تبخونه حاروا هنا هما أي شي يسووا كذ السيدة قلب بطل خمر عرك شربوا لحتة حشيشة مراجعنا العظام أيضا ويا قا وين نروح قال خلص إحنا ناخذ بروايات اللي عندنا اللي ما نقدر نظرفها كلها موسه لصعبة ونعتقد آزر بالقرآن أبو إبراهيم ونعتقد آزر بالقرآن عم إبراهيم بس إحنا نقول عم إبراهيم السنة هجموا عظوا أجوا عليك ذول المخانيث يعظون ذول يعظون أنا جيتهم روضتهم أخوان هجموا عليهم قاموا كيف تقولون أن آزر عم إبراهيم والقرآن كتاب الله يقول أبوه ذول المخانيث يسووا ما يقدر يواجه يقول القرآن محرف ما يقدر لقتين اصطلاحا لقتين لقتين وقال ابن النووي قرارد قوسي وبالشعر العربي قالوا قل أبو أباه وأبوه وعمه والأبو أبون والخال وعم وآخاه وقال الأخاه أبون وأبون وأنت أبي والأبو عم والعم وعم وعم أم التمثلت هذا وينه أنا ونودي موسم سنة موحد هذا التمثلت أنا ونودي القرآن يقول أباه انتهي الكلام قول النهازر أباه شيعي خنيث ما يقدر لأنه عنده روايات معصورة ابن الكث ما يقدر وحار بزمانه والله العظيم حار وبزمانه اعنا بالنسبة انه متحد القرآن محرف وينع والروايات حاكمة على القرآن الروايات مفسرة للقرآن حاكمة على القرآن نعم ونجمع بين الروايات وبين القرآن هذا هو المنهج السليم هذا هو المنهج السليم يطعون النغلة أول شيء واجهون بي ولد الحرام ولد المفاخذ ولد المفاخذة أول شيء واجهون بي شلون شلون يقولوا قرآن محرف ونحن نعرض الرواية على القرآن طيب ما تعرض روايات آزر وتعتقد أنه تسقطها كلها تسقطها كلها كلها كل روايات الشيعة تقول أن آزر عم إبراهيم بينما القرآن كتاب الله يقول أباه ما تعرضون هاي الروايات والسقطونها واللي هنا ما قدرت صعب عليكم ساقطي محرف شكرا محرف شكرا